موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته معكم محمد علي وحلقة جديدة وعالم الصروة التقنية نتحدث عن امازون كل ازمة هي فرصة بمعنى ان لما بتحصل ازمات في ناس كتير بتشتكي من هذه الازمات ولكن في ناس تانية بتشغل عقلها وبتلاقي ان دي فرصة لها بمعنى حاليا في ازمة في الدولار وفي ارتفاع في الاسعار ف99% من الناس بتشتكي مفيش بيع مفيش دورة رأس المال مش شغالة زي ما هي ففي مشكلة لكن في ناس ثانية بتشغل دماغها بمعنى ان في ناس ثانية بتوفر منتجات بسعر قليل وجودة عالية فبناء عليه الناس بتبتلي انها تشتري الحاجة دي لانه خلاص بيبقاش في بقى في ناس كانت محتوى انا هشتري الحاجة دي او المركة دي وهي خلي يعني دي الحاجة اللي انا مش عليها بتلاتي الناس دي عشان خاطر توفر بتلاتي انها تتنازل عن الحاجات اللي كانت بتتعامل معها وتدور على بديل اوفر فانت كل ما هتجيب بديل اوفر كل ما هيبقى فيه فرصة انك تتعمل مكاسب اعلى وانك تتحقق ربح فيه هنا مثلا عندك الشوت ازا او الكوتش ده 97 جنيه 97 جنيه سعر رخيص جدا جدا بالنسبة للاسعار الموجودة حاليا ولكن لو انت بصيت على المبيعات 1079 مبيعة وفي نفس الوقت واغدين تقييمة عالية يعني منتج رخيص وفي نفس الوقت جودة عالية فقيس حضرتك على كل المنتجات نفس الوضع انت لو انت عندك مطعم عندك اي حاجة لو قدرت انك تتقدم سعر اوفر وجودة موازية او جودة كويسة يبقى انت هتحقق مبيعات اكتر في الشغل بتاعك تاني كل ازمة هي فرصة لتحقيق الربح اشوفكم ان شاء الله حالة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته